تأثير الشمس على الجلد صيفاً وشتاءاً إن هي الأشعة فوق البنفسجية ممكن تسبب على المدى البعيد حكتين الحاجة الأخطر هي أورام الجلد والحاجة الأقل خطورة هي علامات مبكرة للتقدم في العمر فالناس تبقى شكلها أكبر من سنها الحقيقي لكن الأخطر هو أورام الجلد طبعاً ده بيتزايد في الصيف وبيقل شوية في الشتاء لكن أشعة الشمس حتى في الشتاء الأشعة فوق البنفسجية موجودة لأن هي بتمر من خلال السحاب وبتمر من خلال الإزاز وبالتالي هي وصلة لنا في الصيف بيزيد على ده احتمالات الحروق من الشمس والحروق من الشمس بتزيد في الأماكن اللي مش متعودين نعرضها للشمس يعني طفل بيلبس طول الوقت لبس عادي وفجأة راح البحر ممكن تلاقي وشه ما تحرقش أغلك اندهره تحرق لأنه مش متعود يعرضه للشمس وبالتالي الأفضل إن هو يستخدم واقي شمس بشكل مكسف على المناطق اللي مش متعودة تتعرض للشمس شكرا